السيدة مو أحمد من الجيزة ساعة عليكم عليكم صحيحاتو تفضلي ساعة عليكم يا دكتور الحمد لله بخير عليكم صحيحاتو تفضلي حمد للتك انا عندي وسواس قهري اديه 17 سنة يعني انت عندك وسواس قهري من وانتي عندك 17 سنة ولا من 17 سنة لا من 17 سنة انا عندي دوقتي 43 سنة طيب وحضريك ما اخذتش تتعالجي منه رحت الدكتور نفسي مرة واثنين وثلاثة خدت علىك فترة وبعد كذا خدت علىك تاني وما قدرتش عليه والدكتور فضل يغير فيه بس هو ان انا يعني هو تعبني يعني تعبني جدا عياتي كلها تعبانة اسمحي لي اندوني والسواس دعت في اني في اني في اني جهة يعني في جهة العبادة ولا في جهة ولا في جهة النظافة ولا في جهة ولا في جهة الخيالات ان الناس اتأذيكي ولا في ايه في النظافة وفي العبادة أتودى كتير أنت أعيد السنة كتير طبعا نحن وصلنا بدل بقالنا 17 سنة وصلنا للنجاسة السحرية لأن النجاسة التي تتنط من الحمام على الأوضة على السلم طيب نعمل حاجة بسيطة قوي أول حاجة لازم نحافظ على علاج الدكاتر لأنه واضح أننا نحافظ عليه نحن نأخذه ونقطع نحن لازم نحافظ على علاج الدكاتر الأمر الثاني لازم نطنش يعني إيه اللي حاصل ده في نجاسة ولا ألتفت ده حضرتك صليت صليت ركعتين مش أربعة ولا ألتفت لكل ده طب أنا أنت على فكرة أنت غسلت إيديك ولا لا ده أنت ممكن تكون في نجاسة ده أنت لمست جد أعطان نشدة كل وثالث حاجة أكثر من الذكر وخاصة الصلاة على حضرة النبي وخاصة الصلاة التازية وخاصة الصلاة التازية اللي هي الصلاة التفرجية اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهلي يا رب اجعلنا دايما من أهلي الدخول في حسنك والحماية من كل وسواسة يا رب العالمين واجعلنا يا رب من أهل الجبر واجبر أختنا دي واجعلها يا ربنا في محل رحمتك واجعل قلبها اطمئن حتى يزل عنه وسواسها فتطمئنني إلى رحمتك وإلى لطفك بها ترجمة نانسي قنقر